السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته الله يسعد مساكم يا رب ويسعد أيامكم جميعا نمزقكم الصحة والعافية والسعادة رمضان كريم علينا وعليكم اليوم العاشر من أيام رمضان بهذا الفيديو إن شاء الله رح حكي لكم معلومات مهمة جدا جدا واللي هي 12 معلومة أو نصيحة لازم تعرفها قبل ما تنزل لبنان نزلت لكم الفيديو الأول عن لبنان عن نزلتي والمطار والتعامل وغيره وشفت إقبال منكم كبير وهذا الفيديو الثاني فيه ونصايح مهمة وكمان رح يكون فيه فيديو ثالث فيه الأسعار بلبنان لو أنت حابب ينزل الفيديو الثالث فيعني نطينا تفاعل مع الفيديو كمان شاركوا بين صحابك وتعوا خلونا نبدأ لبنان بلد حلوة وجميلة بغض النظر إن كنت رايح لسياحة لحالك أو مع عيلتك من أوروبا مثلا أو غيره أو بنفس الوقت رايح لتشوف أهلك تجتمع فيهم يعني يجو أهلك من سوريا مثل ما صار فيني أنا يجو أهلك من سوريا وإنت تيجي مثلا من أوروبا فيعني بكل الأحوال حلوة ورخيصة إنك تعمل فيها سياحة مشان ما نطول عليكم خلونا نبدأ بالـ 12 نصيحة أو معلومة رقم واحد أنت كعربي ينازل بجواز أوروبي بالنسبة للعالم اللي تنزل بالجواز الأوروبي لازم يكون معك إثبات فيه اسم أمك وأبوك هاي معلومة مهمة جدا لا تنساها يعني مثلا هوية أو جوازك الأصلي فيكون فيها اسم أمك وأبوك لأنه مثل ما بتعرفوا الجوازات الأوروبية مثلا الجواز الألماني ما فيه اسم الأم ولا أم شو رح أخذ الإقامة هل فيه فيزا ولا لا بالنسبة للجواز الألماني أنا نزلت بالجواز الألماني أول شي ما فيه فيزا مجرد ختم دخول تأخذه بالمطار وتأخذ إقامة هي تعتبر ختم الدخول لمدة شهر يعني فينك تظل شهر كامل هناك وقابلة للتجدد لو حابب تجددها أكثر يمكن تروح على الأمن العام بحسب المنطقة اللي ساكن فيها وممكن تجددها لمدة ثلت شهر كمان أو هيك بس يعني ما دخلت بتفاصيل هذا الموضوع ولا بعرف عنه كثير لأنه يعني أغلب العالمي اللي جاية جاية السياحة ما بعتقد واحد فينه يظل أكثر من شهر معلومة مهمة جدا مشا ما توقع بغلط أنا وقعته هنيك صح لبنان انت بتعرف أنه بس تسمع بكلمة لبنان تسمع بدولار والعملة اللبنانية ولكن فتيجي انت بتعمل مثلي تريد ان تسمع النيورو هنا Health لأ المانيا مثلا أو أوروبا على دولار ما في داعي أبدا هناك تأخذ يوري وفيناك تصرف اليورو فورا ع العملة اللبنانية فما في داعي demander أن ان تسر اليورو للنيورو على الدولار ونذهب meille来 تسر للنيورو للنيورو وهيك gitu له زيزار ملاعق Compliant واساساIN يعني سعر تصريف في اليورو على الدولار هناك في لبنان أحسن بكثير من سعر تصريف في اليورو على الدولار هنا يعني أنا لما صرفت هنا 2300 يورو حسبوها 2400 دولار تقريبا هناك في لبنان حسبتها تطلع 2500 فرق 100 دولار تقريبا ولكن أساسا ما في داعي ما رح تحتاج الدولار إذا معك يورو فورا نتصرف من اليورو على العملة اللبنانية النصيحة الرابعة لا تبدل كل مصاريك أول ما توصل مثلا تفوت على محال صرافة تقول له بتدلي 1000 دولار أو 1500 أو 2000 لا ما في داعي لأنه عندهم السعر متقلب الوضع مشابه للوضع بسوريا أنه سعر الصرف وسعر العملة مختلف من يوم لثاني يعني أنا ظليت عشر تيام ولا ما في يومين صرفنا نفس بعض يعني دائما كل يوم السعر كان مختلف وكان دائما العملة عم تنخفض بشي بسيط تمام فهي صح عم تنخفض بشي بسيط بس أنت لما تحول يوميا 200 أو 100 دولار بتفرق معك أشياء بسيطة كمان نقطة مهمة أنه المحلات هناك بتأخذ دولار يعني أنت ممكن لو احتجت تشتري شغلة ممكن يقول لك سعرها بالدولار مثلا شغلة سعرها 10 دولار أو 7 دولار فالمحلات هنا أو حتى المطاعم فينك تدفع بالدولار وفينك تدفع بالعملة اللبنانية طبعا هما بيستفيدوا حسب ما فهمت منهم أنه استقرار يعني يلي عنده محل أو شيء ويصير عنده مصاري بالدولار فهو عنده استقرار وبنفس الوقت هما لما بيشتروا بضاعة أو يشتروا أشياء حسب ما فهمني أحد المحلات فهو كله بالدولار تعامله فهو يحتاج يكون عنده دولار بشكل دائم فهما بيأخذوا منك دولار المحلات والمطاعم ولكن أنت قبل ما تعطي يعني مثلا لو قال لك سعر الشغلة 10 دولار أو قال لك مثلا سعرها باللبناني وقال لك أنت قديش على الدولار وقال لك مثلا هي هيك بالدولار فاسأله أنت قديش عم تحسب سعر الصرف وشوف سعر الصرف هل هو بناسبك ولا لا لأنه ممكن هو يحسب سعر الصرف ولكن بره بالمحلات الصرفة أو غيره يكون السعر أحسن فأنت ليش لا تعطيه دولار لا أعطيه بهاي الحالة لبناني النصيحة السادسة أنت كشخص نازل سياحة على بلد طبيعي أول شي بتحتاجها وتفكر فيه أنه يكون عندك شريحة فيها انترنت ولكن أنت لا تشتري شريحة من المحلات العادية يعني المحلات الجوالات المعروفة ببلادنا لا تشتري منهم شريحة لأنه سعر الشريحة عندهم يعني أنا درت كثير محلات أرخص واحد كان 20 دولار أرخص واحد يبيعك بس الشريحة لسه ما شرجتها أنت بانترنت هاي أرخص هي 20 دولار وفي بعضهم طلبوا 40 وفي بعضهم 50 دولار طبعا أنا حسب ما فهمت يعني ولاحظت هما طبعا هو بيعطيك شريحة بدون لا هوية ولا أي شيء هيك يعطيك شريحة وتدفع مصاريها فقط لا غير لاحظت أنه بيستغلوا العالم اللي جاي السياحة ومثلا ممكن جاي تهريب أو غيره أو غيره أو أشياء فهذا ما عنده هوية ما عنده شيء ما عنده إثبات أو مثلا مصطر يا أخي مصطر على شريحة فهون بيستغلوا أنه أنت بتدفع كثير فأنت جاي السياحة ومعك وقت وأمورك كلها نظامية فما تحتاج أنك تاخذ شريحة بعشرين وخمسين دولار واربعين دولار كل محل رح يعطيك سعر مختلف بس مثل ما قلت لك أرخص محل كان عشرين دولار وإنما أنت تروح على الشركة الأساسية تمام بدك تروح الصبح من ثمانية الصبح على الشركة الأساسية هما عندهم شركتين وحدة اسمها ألفة وحدة اسمها يمكن توتش كان تمام فأحنا أخذنا من شركة توتش ألفة ما كان عندها شرايح بس بدك تروح الصبح من ثمانية الصبح الشريحة عندهم حقها خمسة آلاف لبناني خمسة آلاف لبناني يعني تقريبا شيء عشرين سنت تخيل وإنما تاخذ شغلة بعشرين سنت وإنما تاخذها بعشرين دولار أو أربعين دولار وتعباية الإنترنت عندهم تقريبا شيء ثلاثة دولار ثلاثة دولار تقريبا تعبي أنت عشرين جيجا فالإنترنت رخيص يعني أنت تقريبا ما راح توصل الخمسة دولار أو الأربعة دولار وكون عندك شريحة مع 20 جيجا أحسن ما تحط 20 و 30 و 40 دولار فانتبه من هذا الموضوع النصيحة السابعة انتبه إذا تشتري ذهب من المحلات وما تصير بيك مثل ما صار فيني محلات الذهب هناك ويمكن بأغلب العالم مو بس هناك في لبنان يعني نصابين بكل صراحة مع احترامي للقليلين اللي ولد حلال بس الأغلب نصابين وبده بأي طريقة من الطرق أنه يغشك يعني أنا اشتريت ذهب على أساس أنه ذهب عيار 21 فراحت إمي استلمته ورجعت على البيت أنا لما رجعت بعدين مسكت الفاتورة لقيت محطوط عيار 18 جنيت يعني كيف أنا مشتري منك ذهب عيار 21 بسعر عيار 21 وعطيني عيار 18 إلا ثاني يوم رحنا وتخانقنا وغيره وغيره لحتى رجعنا إياه وعطانا عيار 21 فانتبه لما تشتري ذهب هناك انتبه إنك عم شو النوعية اللي عم تشتريها عيار 18 ولا 21 ولا 24 تأكد مية بالمية تأكد من فاتورة والذهب يلي تاخذه روح وشوفه لغير محل وخليه يفحص لكي رقم ثمانية لبنان يعني دولة ما هي كبيرة وإنما صغيرة فالتنقل فيها سهل يلي عنده سيارة بالمواصلات العامة أنا ما ركبتها ولكن حسب ما لاحظت ما عندهم مواصلات يعني متوفرة بشكل كبير بين المناطق بالمدينة الوحدة وإنما كانت متوفرة بشكل منيح بس من مدينة لمدينة مثلا أنا كنت ساكن بصيدة من صيدة على بيروت وغيره وغيره أما أنه التنقل ضمن المدينة فكان صعب فضروري برأيي أنا إذا قاعد فترة منيحة أسبوع أسبوعين أنه يكون عندك سيارة فحاول أنك تستأجر السيارة والأفضل أنك تستأجرها فورا من المطار يعني فورا من تنزل تكون أنت أساسا مستأجر أونلاين أو هيك في عندك شركة سيكست موجودة بألمانيا بشكل كبير كمان موجودة بلبنان فممكن على موقعهم إذا أنت عندك حساب تستأجر من هنا وإنت بس هناك تأخذها نصيحة رقم 9 تتعلق كمان بالسيارات لما تمتلك سيارة فلا تفكر حالك مثل هنا أمت ما بدك فينك تعبي بانزين وغيره لا أمت هناك البانزين موجود بس قليل تمام وممكن أنت تصف على الدور بالكازية لمدة ربع ساعة أو نص ساعة إذا لقيت وما راح تلاقي بشكل ساعي يعني كل ساعة إمت ما بدك بتلاقي ممكن كل يوم بتلاقي مرة أو ممكن ما تلاقي فلذلك حاول دائما يكون سيارتك فيها بانزين كافي بحيث إنك لو انقطعت يوم يومين ما لقيت بتلاقي بعدها لا تخليها على حبتها يعني على آخر لتر لتروح وتعبي بانزين كما تستأجر بيت بلبنان بعض المناطق الكهرباء فيها جدا كهربة الدولة يعني وما تيجي تقريبا خالص بحب البيت يلي راح يأجرك البيت ما استأم مشترك لك اشتراك كهرباء اللي هو أمبيرات تمام مثل ما لما أنا قعدت ببيت فلازم يكون مشترك لك اشتراك كهرباء ولازم أنت تتأكد من هذا الموضوع وتسأله عليه قبل ما تستأجر إذا أنت عم تستأجر مثلا عن طريق الـ AirBnB مثل ما أنا استأجرت أو إذا هوتل بدك تسأل الـ Hotel تمام بس إذا عن طريق الـ AirBnB ضروري أنك تسأله لأنه ما راح يكتب هاي المعلومة بالوصف عند بدك تسأله قديش عندك اشتراك كهرباء قديش بتجي الكهرباء وما إلى ذلك يجي عن نصيحة داعش واللي هي قبل الأخيرة أنك بالمحلات حاول تبازر قبل ما تشتري نحن مثلا بأوروبا بألمانيا متعودين أنه خلاص السعر موجود السعر ثابت لا فينك يتبازر ولا غيره عجبك تشتري ما عجبك على راحتك أما هناك يعني مثل كل أغلب البلاد العربية فينك تأخذ وتعطيف السعر تبازره فلا تشتري فورا يعني حتى لو كان السعر أحيانا بتقول مثلا حقها 10 دولار وعنها سعرها مثلا بألمانيا 30 أو 20 ممتاز تمام ولكن هناك ممكن يكون السعر لسه بتحصلها أرخص وأرخص بكثير لأنه في بعض المحلات لما بيشوف لهشتك مانها لبنانية يعني منت من أهل المنطقة فيعرف إنك سايح لأنه هناك في كثير سياح فممكن يعني يزود بالسعر فأنت حاول تبازر واسأل غير محلات أخر نصيحة عنها واللي هي بمطار بيروت لما ترجع حاول إنك تكون هناك قبل أربع ساعات خمس ساعات يعني مو أكثر من خمس ساعات ولكن لا تتأخر يعني لا تحاول تكون هناك قبل ساعتين أو ساعة ونص أو ساعتين ونص لأنه هناك أنت في عندك دور على الجوازات اللي هو ختم الخروج تمام وهذا بياخذ وقت لأنه في دائما أزمة يعني أنا لما رحت انصدمت قديش في أزمة تمام رغم إنه في موظفين كثير يعني شيء ستة سبعة بنفس اللحظة ولكن أزمة أزمة يعني عالم كثيرة تمام فحاول أنت تكون هناك قبل أربع ساعات يعني خمس ساعات ما في داعي بس أربع ساعات ضروري جدا بشوفوا أنا هذا الشيء أفضل وهيك إن شاء الله يعني بهاي الأطمعاش نصيحة إذا سمعتها ونفذتها رح تكون أمورك إن شاء الله تمام وتشكلس أمورك مثل ما نقول بلبنان وإن شاء الله رح نزل لكم فيديو لو شفت تفاعل منكم على هذا الفيديو كبير وشاركتمه بشكل أكبر رح نزل لكم فيديو عن موضوع الأسعار بحيث إنك تأخذ وجهة وفكرة يعني كيف الأسعار بلبنان بشكل عام وين في مناطق رخيصة وين في مناطق غالية شوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم لا تنسوا من دعوة حلوة من دعواتكم شارك الفيديو مع صاحبك يلي رح ينزل إن شاء الله يشوف أهله بلبنان أو ينزل لسياحة شوفكم على خير وبركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته